معالجة الأزمة الاقتصادية وإنهاء الحرب وتحقيق السلام تلك ثلاث المهام الرئيسة التي أعلنت كخارطة طريق للمجلس الرئاسي إبان تشكيله في إبريل من العام 2022 والواقع اليوم إنهيار كبير في العملة حيث وصلت قيمتها إلى 1500 ريال للدولار الواحد أما إنهاء الحرب وتحقيق السلام فتلك العملية التي خرج منها الرئاس تماما وسلمها للسعودية تفاوض على السلام المرضي لها لا لليمنيين كان اليمنيون ينتظرون من المجلس الرئاسي لانطلاق من همومهم ومعاناتهم لكن الواقع أن السلطة المقيمة في الخارج لا تنظر إلى الداخل إلا من خلال حسبة المصالح والتوازنات الإقليمية هؤلاء البعيدون عن البلاد لا يدركون معنى تدور جوعا ولا يعيشون في الظلام ولم يجربوا مرارة الموت بسبب عدم توفر خدمات صحية هذا ما يردده اليمنيون كلما ذكر اسم السلطة الشرعية أمامهم انقسامات المجلس وتباين أعضائه خلق نوعا من اللامبالاة تجاه الهم الوطني ومتطلبات الناس ومعاناتهم انهار كل ما بقي من موارد البلاد وأبرزها النفط والغاز اللذان استطاعت الميليشيا تجميد تصديرهما باستخدام القوات العسكرية ولم يحرك المجلس الرئاسي ساكنا ظل يشجب ويندد وبعد ذلك سيردخل تسوية تقدم للميليشيا حصة من موارد الدولة والشعب على أن يحصل هو على حصة أخرى تصرف مرتبات للمسؤولين في الخارج بالعملة الأجنبية ذلك السيناريو المرجح حدوثه في الفترة القادمة بعد أن تقطع السعودية ما تقدمه من منح لإبقاء الوضع اليمني هشا حتى تحقق التسوية التي تسعى لها بالتفاوض مع ميليشيا الحوثي وبعدها على اليمنيين أن يتدبروا أنفسهم